السلام عليكم يا شباب اهجاركم ايه? يا رب تبقوا كلكم بخير. آآ النهاردة بازن الله بنكمل كلامنا على اشهر المضادات الحيوية. واشهر الادوية التي تستخدم في علاج البكتيريا الانفكشن. وحنكمل كلامنا النهاردة كمان وناخد من معامل الادوية الانتي آآ فيرل المضادة للفيروسات. طيب النهاردة بازن الله بداية كلام على الادوية التي تستخدم في علاج المايكوبكتيريا او الادوية التي تستخدم في علاج التي آآ بي او التيوبركيلوس. فنقول في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعيز بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله. عليه افضل الصلاة والسلام. فحناخد مع بعض الادوية التي تستخدم في علاج التيوبركيلوس. ويمكن اشهر الادوية دي هو الاسونيازايد والريفنبيسين والبيرازينامايد والإثام بيوتول ودولي دايما بيقولوا عليهم انهما يعني اول ما بنفكر بنفكر في الادوية دي ومعظم الحاجات الكومن سراحة بتبقى الاسونيازايد والريفنبيسين ومعروف جدا ان علاج التي بي لازم يكون ثرابي فاكتر اتنين مشهورين هما الاسونيازايد والريفنبيسين ولازم نبقى عارفين ان المايكوبكتيريا من الحاجات اللي دايما بنقول عليها انها ريزيستنت صعب في الالاج بتاعها ليه لان هي بتنمو واحدة واحدة كمان بيقولوا عليها انها يعني بتعيش جوه الخلايا بيقولوا عليها وبالتالي صعب جدا في الالاج بتاعها وفيه خوف كبير جدا ان وانا بعالج اني يحصل ريزيستنت فدايما يفضل ان انت تعمل كومبينيشن لدويين او اكتر والاستخدام بتاع الادوية دي على الاقل بنستخدمه لشهور الى سنين يبقى مهم جدا واحنا بنذكر التي بي ان احنا نبقى عارفين ان هي صعبة في العلاج ودايما الافضل في العلاج بتاعها ان احنا نستخدم كومبينيشن ثرابي ودايما يبقى الافضل في العلاج يا جماعة ان احنا نستخدمه لاشهور او سنين لان التيبي او التيبر كيروزيس بيحصل لها جروينج سلولي وكمان من الحاجات المشهورة جدا انها انترا سيلورر يعني هي انترا سيلورر يعني عايشة جوه هي الخليج جميل جدا طيب اه زي ما اتفقنا مين هما الادوية المشهورة عليها جدا الادوية المشهورة جدا في العلاج هي ميلي الايزونيازايد والريفامبسين ودايما في الكتب يقولوا لو استخدمناهم لتسع شهور ده ممكن يعمل كيول للمرض بنسبة عالية جدا توصل لحوالي 98 في المية اه في الاول دايما يفضل ان انت تستخدم انتنشنل اه انتنشنل يعني اه مقصود وانيشيل يعني في البداية نستخدم انتنسف تريتمت اه نستخدم علاجات اكتر ونستخدمها بدوزس اعلى في اول شهرين عشان احنا خفين جدا من حدوز الريزيستانت ستريمز كمان الادشن اوف بيرازينامايد في الفيز الاولانية اللي هي الانيشيل فيز برضو اه يعني من الحاجات المفيدة ان احنا ممكن نضيف البيرازينامايد ولو اضفنا البيرازينامايد على العلاج اللي هو في الاساس الايزوني اوزايد والريفانبيسين ممكن بدل ما العلاج يبقى تسع شهور ممكن العلاج بتاعنا نعمله ريداكشن لمدة ست شهور خلاص في كتب كتير بتقول ان الافضل لما نيجي نعمل اه ميلي بنستخدم اربع ادوية يعني ميلي بيفضلوا دايما اربع ادوية في منهم دوائين اساسيين اللي هم الايزوني اوزايد والريفانبيسين وبيحطوا عليهم كمان البيرازينامايد والايتامبيوتول وبالتالي علاج التي بيحتاج دايما كومبينيشا ثرابي زي ما قلنا ويفضل دايما ان انت تستخدمه الوقت الطويل اكتر اربع ادوية بيستخدموهم في الانيشيال فيز هم الايزوني اوزايد والريفانبيسين البيرازينامايد والايتامبيوتول خلاص يبقى لازم نبقى نعرفين هذا الكلام ومشهور جدا الكمبينيشا بتوين الايزوني اوزايد والريفانبيسين طيب تعالى نتكلم على الادوية بالنقط المهمة بتاعتك الايزوني اوزايد دايما بيتكتب طب هو ليه بيتكتب دايما اي ان اتش لان اختصاره ايزونيكوتينيك اسد هيدرازايد ده واحد من الادوية اللي بتستخدم في علاج التي بي ويمكن من اشهر الادوية في علاج التي بي برضو ده من الحاجات اللي يقولوا عليها انها ويه بتاعه شبه البيرو دكسين او شبه فيتامين بي سيكس وده يعنن لك الكثير من الكلام ان الايزوني ازايد ممكن انه هو يعاكس الاكشن بتاعت فيتامين بي سيكس الايزوني ازايد عنده مشكلة كبيرة انه ممكن يعاكس فيتامين بي سيكس يا جماعة وبالتالي نتوقع ايه نتوقع انه هو ممكن نقدر الله يعمل الايزوني ازايد بيخش جوه المايكروفاجز وممكن انه هو يشتغل اجينيست الاكسراسيلرر والانتراسيلرر ارجانيزم وبالتالي الايزوني ازايد واحد من الادوية القوية جدا في علاج التي بي وما تنساش ان الاستراكشر بتاعه شبه فيتامين بي سيكس او شبه البيرو دكسين الايزوني ازايد ايه الميكانيزم اف اكشن بتاعه هو مين اللي بيعمل انهيبشن اللي اللي بتكون السيلول عند التي بي خلاص يبقى دي مهمة جدا 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 ممكن يحصل من وراه طبيعي انتفقنا ان علاج التي بي دايما يفضل ان انت تستخدم اكتر من دويين او دويين على الاقل عشان تقلل ماشي فالمعلومة المهمة هنا في البيروغراف ده ان الايزوني ازايد يا جماعة شبه فيتامين بي سيكس او شبه البيرو دكسين دي واحدة من النقط المهمة دايما وانت بتذاكر تبقى واخد بالك منه طيب تعالا نتكلم بشكل برضو اه مستفيد على اه يعني ايه الفارماكو كاينتيكس بتاعته الايزوني ازايد دايما بيقولوا عليه انه هو ابزوربت بشكل كويس جدا من جي اي تي ودايما يفضل ان هو يتاخد على انت استومك بينتشر في الجسم كله حتى السي ان اس الميتابوليزم بتاعه ميلي باي اسيطيليشن يبقى ميلي الميتابوليزم باي اسيطيليشن اللي هي فيستو متابوليزم عن طريق سيرتن انزيم اسمه الان اسيطايل ترانسفريز الان اسيطايل ترانسفريز في بعض الناس هذا الانزيم عندهم كتير فبنسميهم فاست اسيطايلاتر في بعض الناس عندهم هذا الانزيم ضعيف فبنسميهم سلو اسيطايلاتر بنسميهم ايه اولاد سلو اسيطايلاتر خلاص يبقى حتة الان اسيطايل ترانسفريز دي فيها فارماكو جيناتكس فيها ايه دا كترة فيها حتة كده بنسميها فارماكو جيناتكس آه فاريش الايزوني ازايد عنده مقدرة كويسة انه هو ينغبب سيرتن انزايم اسمه stories crume A B 450 ودي واحدة من المعلومات المهمة انه هو какое. ريفام بسين الريفام بسين مائكروزوم ال انزايم and do italy هو بيوقف بتاع هذا ال هو بيوقف هذا الا policy فيوقف الميتابوليزم الكثير من الأدوية زي الفيني توين وزي الكربامازيبين وزي البنزودايسيبين. خلاص? ففيه كتب بتقول ان دايما الاخضل ان احنا ناخد اللي هو مايكروزوم الانزام انهيبتور مع الريفامبسين اللي هو مايكروزوم الانزام انديوسر فممكن اللي اتنين يعدلوا بعض. فممكن اللي اتنين يعدلوا بعض بشكل كبير جدا يا جماعة. خلاص? طيب. اللي احنا اتفقناه انه هو بيستخدم في علاج التي بي في الانيشيل فيز. كفضل يستخدم ان كومبينيشن. الديوس بتاعته نعرفها. برضو بيستخدم حوالي تلتونية ميلي جرام وانس ديلي. وزي ما اتفقنا مع بعض ان هو عنده مشكلة كبيرة ان هو ممكن يعمل نيورو آآ دوكسيسيتي ويعاكس فيتام بي سيكس. فالافضل ان انت وانت بتاخد الايزونيازايت خاصة في الناس اللي سلو اسيتيليتر في الناس اللي سلو اسيتيليتر في مشكلة انها ممكن تحصل فيفضل ان انت تاخد البيرو دوكسين اللي هو بيتام بي سيكس وورعته حوالي من خمسة وعشرين الى خمسين ميلي جرام بمديل عشان نمنع اللي ممكن انها تحصل. خلاص يبا دي واحدة من النقاط المهمة ان الايزونيازايت يفضل دايما ان هو يتاخد مع خاصة في الناس يا جماعة. طيب. الايزونيازايت عنده مشكلة كبيرة ان هو ممكن يعمل آآ هباته ودي لقوها اكتر بتحصل في الناس لقوه ان اللي بيتكون بعد هو ده اللي بيعمل هباته بشكل كبير. ممكن يعمل كمان مشاكل دماغية ويوصل لاتقدر الله ان هو آآ يعمل آآ يعمل تشنجات والكلام ده ممكن ان هو يقل بالبيرو دوكسين. خلاص يبقى مهمة قوي الهباته اللي بتحصل في الناس ومهمة جدا اللي بتحصل فيه الناس طيب تعالا نتكلم برضو على واحد من الادوية التانية المشهورة جدا في علاج التي بي. مين هو ميلي هو درج اسمه الريفنبيسين. والريفنبيسين ما ننساش يا جماعة ان هو مايكروزومال انزايم انديوسر. دي واحدة من النقاط المهمة. اما الايزونيازايد ما ننساش ان هو كان مايكروزومال انزايم انهيبتر. الريفنبيسين او الريفنبين بيشتغل ميلي على الجرام بوزوتف وممكن يشتغل على شوية جرام نيجاتف ويشتغل كمان على المايكوباكتيري. ايه الميكانيزم اف اكشن بتاعه ما تنساش ان اول حرف منه R فهو بيينهيبت ال RNA سنسز. يبقى الريفنبيسين بيينهيبت ال RNA سنسز لكن الايزونيازايد كان بيينهيبت المايكوليك است. بيقدر ان هو يخش مصد اف تيشوز وممكن يخش المايكروفاجوس. ما تنساش ان هو مايكروزومال انزايم انديوسر. فحيزود الميتابوليزم للكثير من الادوين زي الميثادون والانتيكو اجلانت والسايكولوسبورين. انيهاو حيزود الميتابوليزم بتاعتها. وبالتالي اه ده ممكن يؤدي الى ان تأثيرها يبقى اه قليل وتأثيرها ضعيف في الجسم. شعور جدا يا جماعة الريفنبيسين ان هو مايكروزومال انزايم انديوس. طيب الريفنبيسين الجرعة بتاعته حوالي اه اه سوتونية ميلي جرام بردي. يفضل دايما ان هو يتاخد مع الايزونيازايد. حد يقول ليه ليه يتاخد مع الايزونيازايد لكذا سبب. اولا عشان فيه بينهم منضعب سينورجيزم. اه اعلاج تي بي لازم يبقى كومبينيشن ثرابي. سانيا ودي نقطة مهمة جدا ان الريفنبيسين مايكروزومال انزايم انديوسا والايزونيازايد مايكروزومال انزايم انهيبيتور. وبالتالي حيعكسه اه بعض على الميتابوليزم وبالتالي التأثير على الميتابوليزم يكون اقل ما يبقى. ممكن كمان اه يستخدم في بعض المانينجو كوكل اللي هي تسبب المانينجايتس. وده دليل على ان هي اه بتنفع فيه علاج اه بعض الامراض الاخرى زي المانينجايتس. وده دليل على ان الريفنبيسين عنده مقدرة ان هو يعدي السي ان اس يا جماعة. عنده مقدرة ان هو يعدي السي ان اس بشكل كويس جدا. يبقى الريفنبيسين ما ننساش ممكن يستخدم فيه المانينجايتس. الادفورس اه اكشن بتاعته انه هو واحد من الحاجات اللي هو يعني بيقوله ان هو ملهوش الكاسين من العيوب. ممكن يقوله في بعض الكتب ان هو بيعمل. يعمل اعراض تشابه اعراض الانفلونزا. ولكن مين اللي هو بيغير لون السيكريشوس. خاصة ان هو بيغير لون اليورين. بيخلي لون اليورين. ويغير لون السويت والتيورز. ولكن هذا الكلام يعني ما يخوفش. فلما يجي لك مريض ويقولك ان انا والله باخد الريفنبيسين وحصل تغيير في دي حاجة ما تخوفش خالص. لان ده طبيعي ان الريفنبيسين بيغير لون يا جماعة. في كمان عندنا واحد من الادوية التانية اللي ممكن انها تستخدم في علاج التي بي. آآ في الانيشيل فيز اللي هو البايرازينامايت. البايرازينامايت. واحد من الادوية اللي لازم برضو نبقى عارفينه. وده موجود في الماركت فقط لغير في علاج التي بي. لا يستخدم الا في التي بي. مين اللي بيخش برضو جوه المايكروفاجيس. وبيعمل اكتيفتي اجينست المايكروبكتيريا. خلاص. آآ بيعود مين اللي فيه الاسيديك انفيرومنت. اللي كان الميكانيزم اف اكشن بتاعه بيأثر على بتاعة التي بي. ويعمل لها يبوز السل ميمبرين. خلاص. وبالتالي يأثر على اللي ممكن يحصل خلال السل آآ ميمبرين. البايرازينامايت ده واحد من الادوية اللي يفضل انها تستخدم كاينيشيال آآ تريتمينت آآ ميلي مع الريف همبسين مع الازونيازايت. ويخلوا الكورس بتاع الالاج بدل ما هو متعارف عليه. انه هو آآ تسع شهور لا ده ممكن يوصل فقط لغير ان الكورس الالاجي فقط لغير يا جماعة يبقى آآ ستة شهور فقط لغير. طيب ايه هي الادفورس اكشن بتاعته. برضو لازم واحنا بنذاكر نبقى عارفين ان البايرازينامايت عنده مشاكل على الكبد فممكن يعمل هيباطايتس او هيبات دوكسيسيتي. وممكن كمان يعمل هيبريوليسيميا ويعمل زيادة في اليوريك اسد وبالتالي ممكن يؤدي الى جوت. يبقى دي برضو واحدة من الحاجات المهمة وانت بتذاكر تبقى عارف ان دي عيوب البايرازينامايت. طيب احنا اتكلمنا على البايرازينامايت ده في علاج التي بي. عندنا ايه كمان? عندنا دواء اخير في علاج التي بي. برضو انت بتذاكر تبقى واخد بالك بشكل كويس. دواء اسمه الاثام بيوتول. وده بيشتغل ميلي على الميكوباكتيريا سيلوول. وللأسف الشديد هذا الدواء بيحصل له والكيدني. وبالتالي لو فيه رين الفيلير اه اه يعني لابد ان انت تعمل دوز ادجاستمت. طيب هل بيعدي البلوت بريم بارير ممكن? ولكن هو بيعدي البلوت بريم بارير ميلي في حالات الانفلاميشن اوف مانينجيس. انه هو مش بيعدي في الطبيعي. هو بيعدي بس لما يبقى فيه انفلاميشن في المانينجيس. وفي الاغلب الايثن بيوتول ما بيستخدمش الوحده. ولكن بيستخدم اه مع الادوية التانية اه اه المهمة جدا جدا في علاج التي بي زي ريفا بسين والأيزونياس. طيب ايه هي مشاكله? من لي مشاكله انه بيعمل مشاكل عصبية خاصة في الاعصاب البصرية. وممكن يخلي الشخص عنده عدم مقدر على التمييز بين اللون الاحمر والاقدر. خلاص. وبالتالي مهم جدا واحنا اه بنيدي ان احنا نفحص دايما بتاعة المريض ونتأكد تماما ان الـ color discrimination اللي هو التفرقة بين الالوان موجودة عند هذا المرض. خلاص فدي واحدة من النقط المهم. يبقى دايما وانت بتذكر الايثن بيه طول? تبقى عارف انه هو عنده مشاكل يا جماعة على الاي. وبيعمل مشاكل بشكل كبير جدا في التمييز بين اللون. ايه قلنا احنا بين ليه في تمييز بين الجرين والريد كلا. يبقى مشاكله فين? مشاكله على الاي. وانت بتذكر تبقى عارف هذا الكلام. خلاص مشاكله ميلي على الاي يا جماعة. عشان كده دايما واحنا بنديه لابد ان انت تفحص بتاعت المريض. كل الادوية دي كانت في ادوية تانية ممكن انها تستخدم في العلاج زي 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 لكن نكتفي ان احنا نبقى فاهمين الادوية الفيرست لاين يا شباب بشكل كبير جدا جدا. وبالتالي كده احنا خلصنا الكسير من الادوية الانتي بكتريال. يمكن خلصنا معظم الانتي بكتريال اللي موجودة في الحياة. وبالتالي هنبتدي نتكلم على الادوية الاخرى اللي ممكن يكون لها تأثيرات اخرى. زي ايه بقى يا ابراهيم? قالك والله ممكن نتكلم على الادوية الانتي فيرال اللي هي المضادة للفيروسات. طيب هي مين الادوية دي تشتغل على الفيروس برا الخلية. تعمل له ممكن الادوية الانتي فيرال تمنع ان الفيروس يعمل لالسل. وبالتالي الادوية اللي بتلعب على انها توقف الفيروس برا الخلية هو تمنع ان الفيروس يعمل للخلية معظم الادوية دي لازم تديها ما ينفعش تديها ويكون الفيرل انفكشن زاد في الجسم ويكون بدأ يحصل للفيروس بشكل جديد. فيه ادوية بتنهيبت الربليكشن فيه ادوية بتنهيبت السنسز اوف سورتن بروتينز خلاص فيه ادوية بتمنع اللي هي الحاجات اللي بتطلع من الفيروسات او من الخلية الانفكتت. اوكي وبالتالي مهمة جدا جدا واحنا بنذاكر نحن نبقى عارفين ان فيه ادوية كتير جدا بتشتغل كانتي آآ فيرل بميكانزمات مختلفة باشكال مختلفة يا جمع. خلاص? طيب لو جينا شفنا ايه هي اهم الكلاسفيكيشن عندي ادوية مهمة جدا بتستخدم في علاج الريترو فيروس والمقصود بالريترو فيروس هنا ده كترة هو اليدس يبقى مين الريترو فيروس هنا هو المقصود اليدس او اله اي فيروس. طيب فيه ادوية بنقول عليها نيوكليسايدز. ريفيرس ترانسكريبتيز انهيبتور. نيوكليسايدز دي في الاغلب بتبقى برو دركس. بتبقى في الاغلب يا جماعة. برو دركس. وهي محتاج ان يحصلها فوسفريليشن تو بي اكتف. ودي بتينهيبت سيرتن انزيم اسمه الريفيرس ترانسكريبتيز انزيم. زي تزيدو فيودين واللامي فيودين. وفي ادوية نانيكليسايدز. دي الستراكشور بتاح مش نيكليسايدز ودي مش بودرد ومش محتاجة اكتيفيشن. برضو بتينهيبت سيرتن انزيم اسمه الريفيرس ترانسكريبتيز. هذا الانزيم للعلم كل فايدته في الحياة انه هو بيحول الار اني ايه. الى دي اني ايه يا جماعة. هو عكس ترانسكريبش. كده هو اسمه ترانسكريبتيز. في ادوية نيكليسايدز انالوك ريفيرس ترانسكريبتيز انهيبتور. اللي هو الزيدو فيودين واللامي فيودين. ودي ادوية زي ما قلنا. وفي ادوية نانيكليسايدز انالوك اللي هي مي اللي بتبقى اكتيف على طول. زي ده واسمه النيفة رابين او النيف رابين. وفي ادوية كمان بتانهيبت سيرتن انزيم اسمه البروتيز. البروتيز ده فايدته ايه? ده بيكسر البروتينات الكبيرة الى حاجات صغيرة. يبتدي الحاجات الصغيرة دي بتساعد في الفيرل ريبليكيشن. من اشهر الادوية اللي بتانهيبت البروتيز حاجة اسمها الريتونافير. الريتونافير. وعلى فكرة معظمهم بينتهوا بكلمة آآ فير اللي هم البروتيز انهيبت. وفي ادوية كمان بتشتغل على انها بتانهيبت ان الاتش اي في فيروس الجيناتك ماتيريالز بتاعته تعمل الفيوجن مع الهوست سالز. خلاص ميلي الفيروس عشان يقدر ان هو يخش جوة الخلية. احنا زي ما اتفقنا ان هو بيعمل آآ اتاتشمنت على الخلية وبعد ما بيعمل اتاتشمنت على الخلية بيخش جوة الخلية بيحصل له حاجة اسمها انكوتينك. ويبتدي يطلع الجيناتك ماتيريال بتاعته. وتبتدي الجيناتك ماتيريال دي تعمل انفيوجن او فيوجن مع الهوست جيناتك الماتيريال. وتبتدي آآ يعني تغضحها وتجبرها آآ او تجبر الهوست سالز على انها آآ تعمل فيرول ريبليكيش. ففي واحد من الادوية بيانهيبت الاتش اي دي فيوجن برضو نعرف اسمه اللي هو الانفو فيري طايت. وفي حاجة برضو مهمة اسمه الانتجريز انهيبتور اللي هو الرالتي جرافير ده برضو بانهيبت سيرتن انزيم مهم جدا اسمه الانتجريز وده برضو واحد من الانزيمز اللي بيساعد في عملية الفيوجن بتاعت الجيناتك ماتيريال بتاعت الفيروس مع الهوست جيناتك ماتيريال. الهوست جيناتك ماتيريال دي اللي هي المقصود بها مين اللي هي الخلايا الانسانيين. خلايا الانسان يعني. وفيه كمان ادوية بتشتغل على سيرتن ريسابتور بتعمله بلاكينج اسمه الكيمو كايين ريسابتور انتاجوليست. وده لما بنعمله انهيبشن بنمنع الاتاتشمنت اوف فيروس. حاجة اسمها الماراظوريك. الماراظوريك ده واحد من الادوية اللي بيانهيبت الكيمو كايين ريسابتور ها ويعمله بلاكين. كل الادوية دي هي ادوية مين اللي بتستخدم في علاج اليدز. وعلى فكرة الادوية بتاعت علاج اليدز برضو يفضل انها تبقىبي ويفضل انها تبقى فيه ادوية كمان بتستخدم في علاج الحجاء زي والاسايكولوفير ده يعتبر واحد من الادوية السيف في على فكرة. الاسايكولوفير واحد من الادوية السيف في الجمعان. في كمان ادوية اه في علاج الانفلونزا زي الامانتا دين فيه دوء مشهور جدا اسمه الامانتا دين والناس اللي مذكر قبل كده الامانتا دين ده واحد من الادوية اللي بيستخدم فيه علاج البركنسون على فكرة والامانتا دين وفيه واحد تاني اسمه ريمانتا دين يبقى فيه الامانتا دين وفيه الريمنتا دين اللي اتنين دول بيستخدمهم اللي في علاج الانفلونزا ايه نوع من انواع الانفلونزا اسمها الانفلونزا اي هي بتجنة. الانفلوانزا العادية بتاعتنا. دي اللي بتيجي. Uh آآ لينا. دي بنسميها في ده واسمه والزانة دول ممكن يستخدمه في الانفلوانزا بي مي للانفلوانزا بي اللي احنا بنسميها اللي هي آآ إنفلوانزا الخنزير. Shift класс يبقى الوزلتا مايفير والزنا مايفير دول من اللي ممكن يستخدمه بقى فيه اه انواع من الانفلونزا اللي بتيجي بسبب اه التيور او بسبب الحيوانات فيه كمان اه حاجة تانية مهمة اه ادوية بتستخدم في علاج الهيباطايتس بي برضو نعرف اسمه مشهور جدا اللامي اه فيودين وده اتكلمنا على الميكانيزم بتاعه من شوية ان هو وفي عندي كمان ادوية ممكن انها تستخدم في علاج الهيباطايتس سي ودي مشهورة جدا اسميها ايه الادوية دي برضو نبقى عارفينها في علاج الهيباطايتس سي فيه دواء اسمه اللي دي بسببير والسوفوسوبوفير وفيه كمبينيشن كمان موجودة في الماركت بين اللي دي بسببير والسوفوسوبوفير دي اسمها الهارفوني وده من الادوية الافكتف بفضل الله في علاج الهيباطايتس سي يبقى فيه الكثير من الادوية اللي بتعالج الفيرل انفكشن تعالي نشوف كده ايه هي اهم الامثلة اللي انا عايزك تبقى انت عارفه فيه عندنا حاجة مهمة جدا اسمها ايه ده كاترة اسمها الانتجريز انهيبتر ده مهم جدا اللي هو اسمه ايه الدواء اللي هو اسمه اه جرافير ده بيعمل انهيبشن لي ايه يا جماعة بيعمل انهيبشن لسيرتن انظام اسمه الانتجريز وبالتالي حيمنع ان الفيروس دي ان ايه يخش على الهوست شيناتك ماتريل او الهوست كروموزون وده افكتف عنواع من اليدس سواء اله اي 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 او اله اي 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 خلاص ومهم جدا انه هو بيستخدم حتى لو كان في حالات اه من الرزيستنس للايدس ممكن ان هو يجيب نتيجه لان الميكانيزمه في اكشن بتاعه وبالتالي ده واحد من الادوية المهمة اللي هو خلاص ما ننساش دي يا جماعة في ايه كمان برضو من الحاجات التانية المهمة في عندي ده واحد من الادوية اللي انا بقولك عليه بيستخدم ميلي في علاج خلاص آآ عبارة عن وبينهيبت الدي اني ايه بوليمريز خلاص واستخدم في الهربي السيمبليكس وموجود على فكرة آآ اورال وموجود كريمات وانا بقولك كمان ان هو سيف في البرغنانسي يعرفوا لي ان فيه كمان ده واسمه الفالا سايكولوفير يعرفوا لي ان ده برو دراج من خلاص الفالا سايكولوفير ده برو دراج ماشي ويستخدم في علاج ايه زي ما اتفقنا الهربي السيمبليكس وهي الهربس زوستر فيه كمان ادوية very important بتستخدم في علاج الانفلونزا زي مين الادوية اللي ممكن انها تستخدم في علاج الانفلونزا قلنا فيه دواء مهم جدا ممكن نستخدم في علاج الانفلونزا ايه اسمه ايه اللي بيستخدم في علاج الانفلونزا ايه الامنتدين والريمنتدين خلاص الامنتدين والريمنتدين ودي على فكرة ادوية اللي هي الامنتدين والريمنتدين دي بتانهبت بتاع الفيروس انتظرنا ان الفيروس بيتشال الكوت بتاعه ويبتدي يعمل اه اه فيوجن لجيناتك ماتيريال بتاعته مع الهوست ويبتدي يحصل دي ايه او فيرال ريبليكيشن الامنتدين بيينهبت الانكوتين وفيروس وده مين اللي بيستخدم في علاج الانفلونزا ايه اما الادوية بقى اللي انا عايزك تعرفها اللي هو الاوزلتا مايفير والزانا مايفير الاوزلتا مايفير ده اللي هو التامي فلو خلاص بيستخدم في علاج الانفلونزا التور والادوية دي بتانهبت سيرتن اه برضو انزايم اسمه النيوروامينيديزيز مهمة اوي يبقى دولي بانهبت النيوروامينيديزيز ده بيساعد في بتاعت الفيروس على الهوستسيل يبقى الادوية دي بتانهبت ايه? اللي هي الزانا مايفير والزلتا مايفير هم بيعملوا انهبتشن للاتاتشمنت بتاع الفيروس على الهوستسيل عن طريق ان هما يوقفوا النيوروامينيديزيزيز وزي ما اتفقنا مع بعضينا الادوية دي يعني ما بتجيبش نتيجة في الليت مين اللي بتجيب نتيجة لما تستخدمها بدري ولازم تستخدمها في خلال يومين من الانفكشن مين اللي يردم اللي هو الوزلتا مايفير وزانا مايفير وعلى فكرة الادوية دي برضو بيقال عليها في الكتب انها تراتوجينيك ويقال في الكتب انها ممكن تعمل مشاكل كتير جدا طيب في عندنا ايه كمان? يبقى مهمة اوه يا جماعة الادوة اللي بيينهبت الانتجريز النيوروامينيديزيزيز دي كلها ادوية مهمة للغاية في كمان واحد من الادوية المهمة اللي هو الريمديزيفير وده بيستخدم في علاج الكوفيد ناينتين في الادلت والبيدياتريك ده من الحاجات اللي كانت مشهورة جدا اثناء الكورونا اللي هو الريمديزيفير وده عبارة عن برضو آآ برو دراج بيعمل آآ بايندينج لحاجة معينة اسمها ايه? بيمسك في حاجة اسمها الRNA Dependent RNA Polymerase بيمسك في حاجة اسمها الرن اي Dependent RNA Polymerase وبينهبت الفيرل انفكشن في الافضل ان هو يتاخد في خلال سبعة ايام من الانفكشن ويستمر الانتيج بتاعه للمدة الثلاثة ايام او يستمر الانتيج بتاعه يعني في بعض الكتب يقولوا ان هو لو كان المريض بندين مدة خمسة ايام او بندين لغاية ما المريض يطلع من المستشفى. انهاو ده واحد من الادوية المشهورة جدا في علاج الكورونا فيروس او في علاج وما تنساش ان هو بيمسك في مكان معين اسمه ايه اسمه الار اني اي ديبندنت ار اني اي بوليميريس يبقى ده واحد من الادوية المهمة والادوية لابد وانت بتزاكر تبقى فاهمها كويس جدا. بيب في عندنا ايه كمان? في عندنا دواء مشهور جدا برضو من الحاجات اللي انا عايزك تعرفها انه هو اه اسمه اولا المونو بريفير وده واحد من الادوية اللي هو برضو يقولوا عليه انه هو بيتحول لحاجة اسمها ايه? حاجة اسمها الان اتش سي. اللي هو ان هيدروكسي سايتدين. خلاص? وده مين يا جماعة برضو عنده اكتيفيتي اجانست السارس اللي هو السيفير اكيوت ريزبيراتري سندوم واحدة من المعروفة لسارس. الميكانيزم بتاعه مين اللي بيحصل له ابتيك عن طريق الار اني اي ديبندنت ار اني اي بوليمريز بيحصل له ابتيك ويخش جوه الخلايا الانفكتد. طيب لما يخش جوه الخلايا الانفكتد بيعمل ايه? مين اللي بيبتدي يمسك في الفيرل جيناتك ماتريل ويبتدي يعمل فيها ميوتيشن ويبتدي يعمل فيها آآ ليثل ميوتيشن هو مين للميكانيزم اف اكشن بتاعه انه هو بيمسك في الفيرل جيناتك ماتريل ويبتدي يعمل فيها ميوتيشن. خلاص? وبيستخدم في الحالات المايلد المدريت في خلال خمس ايام من آآ زهور الاعراض. يبقى برضو بينفع اكتر في الحالات الايرلي. لكن عنده مشكلة. عنده مشكلة. المشكلة بتقول ايه? ان هو ممكن ايضا يعمل ميوتيشن في الهيومن آآ او في الهوست آآ جيناتك ماتريل. يعني يعمل ميوتيشن في الخلايا آآ بتاعة البشر او الخلايا آآ بتاعة الانسان. وبالتالي في ريسك ان يحصل آآ ميوتيشن. الملم غير ممكن يعمل ميوتيشن في الفيرل جيناتك ماتريل. وممكن كمان يبقى عنده مشاكل على الريبروداكشن ويؤثر على الجامتس ويؤثر على الاوفا ويؤثر على آآ البويضات ويؤثر على اللي هي الحيوانات المنوية. يبقى المولونوبيرفير ده واحد من الادوية اللي هو بيتحول الى حاجة اسمها الان اتش سي اللي هو آآ ان هيدروكسيسايتدين وده ميلي زي ما تفانى بيستخدم في علاج السارس وبيمسك في الفيرل جيناتك ماتريل بيعمل فيها آآ ميوتيشن ولازم تبقى عارف انه هو آآ بيستخدم في الحالات الايرلي في خلال خمسة ايام آآ مايلد فومودرت اللي هو المولونوبيرفير فيه برضو ادوية تانية برضو مهمة جدا وانت بتذاكر لازم تبقى انت عارفها ادوية آآ بتستخدم في علاج ايه؟ ادوية بتستخدم في علاج الهيباطايت السي ويمكن احنا طبعا كان عندنا في مصر انتشار واسع كبير جدا للهيباطايت السي وكان مشهور جدا في علاج الهيباطايت السي الانترفيرون والريبابايرين ولكن كانت نسبة نجاحهم مش كبيرا فالنهارده بقى فيه آآ اربع عائلات مشهورة جدا بتستخدم في علاج الهيباطايت السي بيسموها الآآ داس اللي هو دايريكت اكتنج انتي فيرال ايجنز زي ايه؟ زي ادوية بيسموها نونستركشور بروتين آآ ادوية نونستركشور بروتين يعني ملهاش الستركشور بتاع البروتين المتعرف عليه وبتلعب في حتة معينة وتوقف سيرتن انزايم اسمه بروتييس بتلعب في مكان معين اسمه سري فور ايه وفيه ادوية نونستركشور برضو بتلعب في مكان معين اسمه الفايف بي ودي بتبقى نيكلوسايدز وبتنهيت سيرتن انزايم اللي هو البوليمريز وفيه ادوية ان اس نونستركشور فايف بي بس دي بقي المراضي نون نيكلوسايدز وفيه ادوية نون نيكلوسايدز احنا انتفقنا دايما نيكلوسايدز تحتاج ان يحسب لها اكتفيشن وفيه ادوية بتشتغل على تارجت معين اسمه وتعمله برضو ايه اهم حاجة ان احنا بنحاول نعمل ايه دايما في الهباطات السي ان احنا بنحاول بتاع الفيروس طيب نحفظ مين نحفظ دواء بيشتغل على اللي هو زي مين بعد اذنك احفظ دي اللي دي بسافير خلاص ده فايف ايه بتنساش وانت بتذكر تبقى ده بيشتغل على الفايف ايه خلاص مهمة جدا اللي هو اللي دي بسافير وفيه ادوية بتشتغل على الفايف بي ده هي احفظ دي بعد اذنك السوفو سوبوفير وعلى فكرة فيه بين اللي دي بسافير والسوفو سوبوفير اللي هو الهارفوني وده افكتف تريتمينت فيه علاج الهباطاتس اه سي يبقى مهمة اوي الفايف ايه مين بيشتغل عليه اللي دي بسافير الفايف بي بيشتغل عليه السوفو سوبوفير وقلنا ممكن فيه كومبينيشن بينهم اللي هو الهارفوني فيه كمان ادوية ممكن تشتغل على ثري فور ايه على خلاص ده مش مهم اوي اللي هو يعني هو قال ده مش مهم بصراحة في المحاضرة الدكتور ولكن انا بصراحة عايزك تحفظ دي الفايف ايه اللي هو اللي دي بسافير والفايف بي اللي هو السوفو سوبوفير والكونبينيشن اللي هي الهارفوني ودي واحدة من الحاجات اللي قدرت بفضل الله انها تقضي على مرض الهباطاتس اه سي مهمة جدا جدا يا جماعة الادوية الانتي فيرال يمكن ما تكلمناش عليها قبل كده بشيء من التفصيل مهم جدا وانت بتزاكر تاخد بالك من الادوية الجديدة اللي هي زي ايه زي الرالتي جرافير ده انتجريز انهيبتر مهم جدا المولونوبير ده بيمسك في الهوست آه جيناتك ماتيريال ويمسك في الفايرل جيناتك ماتيريال ويعمل فيه آه ميوتيش الريمديزافير ده بيينهيبت آه الفايرل ريبليكيشن وكان بيستخدم في الكوفيد داينتين خلاص الريمديزافير آه في علاج اليدز في ادوية سواء نيكليسايد او نانيكليسايد انا نوج فيه كمان البروتياز انهابتر زي الريتونان نافير خلاص آه مين سيف في البريجنانسي ما فيش اي مشاكل عليه الاسايكلوفير يا جماعة ااسايكلوفير ما فيش منه اي مشاكل في البيجنانسي ويستخدم في الهيرب السابليكس مين ممكن يستخدم في الانفلونزا اي او الانفلونزا بيه اللي هو الأزلطا مايفير والزانا مايفير الأمنتادين أو الريمنتادين دولي بيستخدموا في الانفلونزا بس خلاص يعني دي النقط المهمة اللي هو تركز عليها الايزونيازايد من الأدوية المهمة جدا إنها ممكن في الفست تعمل هبات تكسيسيتي في السلوء تعمل نيورو تكسيسيتي إنها بتعاكس فيتامي بي سيكس إنها بتزود بتاعه خلاص فمهم أول ايزونيازايد ومهم إنه هو مائكروزومال انزايم انهيبتور ومهم جدا الريفامبسين اللي هو مائكروزومال انزايم في النهاية أحد بس إن أنا أطمن إن كل حاجة كيسة وربنا وفقكم ويفتحها عليكم يا شباب واشوفكم دايما على خير